بعد سنوات من غياب معالمها عن أنظار الناس في الأنبار تستعد مدينة الفلوجة لإفتتاح المكتبة المركزية في المدينة بعد إعادة إعمارها من جديد لتكن أبرز مكان زاخر بالكتب العلمية والثقافية لإحتواء المثقفين وطلبة العلم من أبناء المحافظة على مختلف المستويات والدراسات المكتبة عدنا عليها المسات الأخيرة للإفتتاح وأصبحت جاهزة من جميع النواحي وهمت المواطنين ويانا بالمصادر النادرة لأن المكتبة صرح حضاري للمدينة الآن المكتبة تحتوي كتب دينية وكتب قانونية وكتب تاريخية أكثر اقتصاصات ستوفرت بس محتاجين كتب نادرة لأن تعرف كتب أمهات المراجع مثل ما يسموها تضافر جهود الحكومة المحلية في الأنبار جعلها أفضل من السابق حتى بدأت تجذب أنظار المارة إلى الأنبار عند رؤيتها وتأتي خطوة إعادة إعمار المكتبة المركزية لتوفير المصادر الدراسية والكتب النادرة لكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى رواد الحركة الثقافية لدعمها بالمزيد من الكتب بالنسبة للمكتبة العامة نحن في طور الاستعداد لإفتتاح المكتبة العامة وقبل الإفتتاح باشرنا بتوجيهات من إدارة المكتبة بتصنيف الكتب حقيقة نحن فتحنا قاعدة بيانات بداية الكتب نأخذها بمسودة نأخذ بطاقة تعريفية كاملة الكتاب وبعدها ننتج إلى قاعدة البيانات ننزل بيانات الكتاب كلها في قاعدة البيانات نجمع قاعدة موحدة بعدها راح نوزع هذه القاعدة الموحدة إن شاء الله مستقبلا على أمناء المخازن حتى أي شخص يريد يقتني كتاب ممكن أن يوصل إليه بسهولة يعني مجرد أنه أمين المغزر راح يدخل اسم الكتاب بالحاسب راح يطلع ندوين هذا الكتاب موجود ويدلي الشخص عليه مباشرة أيام قلائل تفصلنا عن افتتاح أول صرح ثقافي في الفلوجة بعد أن دمر تماما بسبب الإرهاب ليكون منجزا آخر يضاف إلى سلسلة إعمار في المحافظة لكن هذه المرة على الجانب الثقافية والفكرية من الأنبار عثمان الهيتي الرشيد